موسيقى تهالوا بقى بعد انا ما ايه قلت بقى مين هو الحس الزاتي امتداد الحلق اللي فاتت واجبت قوانين الان نرسى لمدة 20 دقيقة فقط لغير كل يفتح قراص مدرسة على الهوى ويسجل ملخص لحل مسائل الحس المتبادل والحس الزاتي فاكرين عملت قبل كده ربنا وفقنا وعملنا ملخص لحل مسائل قانون فردي لو انتوا بقى فاكرين لما بيجيبنا بقى الملف وايه داره والقصة الحلوة اللي كانت تمن حالات دي وانا ممكن نبعد الملف عن المجال ونزود المجال النهار دا بقى حنكتيبه ملخص لحل مسائل الحس المتبادل والحس الزاتي حبدأ ملخص لحل مسائل الحس المتبادل اوعد غمض عينيك والله العظيم مع مدرسة على الهوى مش هتخسر خالص ان شاء الله تعالى هتقول ان تو دلتا فاي تو بتساوي ان دلتا ايوان ادنه فرصة ما هو النبي عشرين دقيقة كده ده لحساب من يا ترى معامل الحس المتبادل بين ملفين بمعلومية عدد لفات احدهما الثاني والتغير في فيض الثاني والتغير في طيار الاول اول قانون ان تو دلتا فاي تو بتساوي ان دلتا ايوان لحساب معامل حس المتبادل بين ملفين بمعلومية عدد لفات الثاني والتغير في فيض الثاني والتغير في طيار الملف الاول تمام اما القانون اي ان اف تو بيساوي سالب ان تو دلتا فاي تو على دلتا تي برضو زيها ده لحساب معامل لا حساب القوة الدفعة المستحسة المتولدة في الملف الثاني بمعلومية عدد لفاته والمعدل الزمن للتغير في فيضه في فيض التاني وارضه ده يعني قانون فرداي لو الجزء ده بس جبنا حاطنا لها دلتا تي اي ام اف تو برضو احسبها سالب ام دلتا ايوان على دلتا تي يبقى معليكو عندكو طريقتين لحساب القوة الدفعة المستحسة في الملف التاني ام سالب ان تو دلتا فاي تو على دلتا تي ام سالب ام دلتا ايوان على دلتا تي ده ليه حساب القوة الدفعة المستحسة في الملف التاني بمعلومية عدد لفات الملف التاني والمعدل الزمن اللي التغير في فيض الملف التاني ده ليه حساب القوة الدفعة المستحسة في الملف التاني بس بمعلومية معامل حس المتبادل والمعدل الزمن التغير في تار الملف الاول ادي القانون الاولاني ادي القانون التاني ادي التالت حل عليهم مسائل حالا تمام ده ملخص لحل مسائل الحس المتبادل بين ملفين خلدي معك عم حسين كده عاوزها منك طيب اكتب بقى حل مسائل الحس الزاتي ونشتغله بقى شوي حل مسائل الحس الزاتي ونحن نشتغله بقى شوي تمام هتقول لي ان ون الاول دلتا فاي ون ان الف دلتا فاي الف ال دلتا اي الف يعني ايه لحساب معامل الحس الزاتي للملف للملف الاول للملف ذاته بمعلومية عدد لفاته والتغير في فيضه والتغير في تياره لنفس الملف هه 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 ده لحساب معامل الحس المتأزاتي لملف بمعلومية عدد لفاته هو والتغير في فيضه هو والتياره هو هو ده لنفس الملف للاول للاول يبقى النفس الملف ايه ايه ام اف في الملف الاول سالب ايه ام اف في المعدل الزمن للتغير في فيضه يبقى ده لحساب القوة الدفعة المستحسة بالحس الذاتي بمعلومية عدد لفات الملف والمعدل للزمن للتغير في فيضه يام ايه ام اف وان برضه بتساوي سالب ال دلتا اي وان على دلتا تي ده بقى مين ده بقى ترى القانون الاول لحساب قافضة الكاف بالحس الذاتي بمعلومية عدد لفاته والتغير في فيضه او حساب قافضة الكاف بالحس الذاتي بمعلومية معامل الحس الزات والتغارف هو نفس القرون دونت بالظبط قارنه بينهم كده دي كده شل لواحدة قادل يكون الاول التاني التالت يرب تكون الفرقته بين الاتنين هنا ان تو دلطا فاي تو بتساوي ام دلطا ايوان متبادل اي ام في تو سالب ان تو دلطا فاي تو على دلطا تي اي ام في تو سالب ام دلطا ايوان على دلطا اما بقى الحس الذاتي N1 delta F1 بالسوء L delta I1 نفس الملف IMF1 سالب N1 delta F1 على delta T او سالب L delta I1 على delta T الرابع والخامس والسادس نجيبهم بعد هزا الاتصال نكمل بقى النبي مسائل الحس الذاتي اوه تنسوا NB في الملف ميو اوه تنسوا من الفيض المرة بالملف في B في A اوه تنسوا المعامل الحس الذاتي يارب نكون بنسجل القوانين ديميو N تربيع A على L ده لحساب معامل الحس المتبادل لملف بمعلومية ابعاده مش لازمة تستنتجه وانت بتحل بتكتب على طول لكن هنا كان لحساب معامل حس الذاتي الملف بمعلومية عدد لفاته والتغير في فيضه والتغير في تياره بمعلومية عدد لفاته والتغير في فيضه والتغير في تياره وعلى فكرة انا بحب الكون ده جدا بقى في بي بتساوي دلتا اي على دلتا تي زائد اي ار يا سلام يا سلام يا سلام وحوظفولكو توظيف حلو قوي حيثو في بي قاف دا الكاف للمصدر قاف دا الكاف للمصدر المعامل الحس الزاتي للملف الدلتا اي على دلتا تي اسمها معدل نمو والتيار اي بقى يا ولاد اسمها اي ماكس واللي بحدتها قانون اوم اللي هي في بي على ارض ادار سمول اردها مقاومة الدايرة بما في ذلك مقاومة الملف طب عشر على عشر اردها مقاومة الدايرة المقامة الامية للدايرة وممكن الملف يبالوه مقاومة ويوصل على التوالي مع مقاومة فيبى ساعتها ارد دي مقاومة ايه المقامتين معا اللي هم عليه التوالي ممكن يبى الملف له مقاومة ما يتوصلش مع مقاومة يعني مفيش مقامة اخرى معا فتيبقى ارهي مقامة الملف في بي قاف دا الكاف للمصدر اللي معامل حس ذاتي للملف دي معدل نمو التيار اي ماكس الكمال عزمة للتيار في بي على ارزاد ار سمول ار مقاومة مين ايه الملف يلا بقى سوا نحط قدامنا التلات ورق الدول ونبدأوا بقى انا وانتو نحلوا مسألة هنحغش من ورق اللي